بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول امتحان شامل في امتحانات كتاب ماي فرند. الامتحانات دي هم اتناشر امتحان بالاضافة الى امتحانات السنة اللي فتت. عايزين نحلل الامتحانات دي كده بتاكتك عادي. عارفين في امتحانات تقريبا تلات امتحانات في سبناهم ورا هحلهم بعد ما نزل الامتحان ده يعني همدق بالامتحان ده الاول كامتحان شامل على المنهات كله. وبعدين ننزل كل الامتحان التانية. فيهم امتحانات تسجلها بس انا حبيت ان نبدأ بدا الاول كده علشان يبقى كده حاجة محترم يعني. يعني ده اول فيديو او اول امتحان هيتم نشره. عايزك كده وانت بتحل تعرف ان ده امتحان شامل يعني على كل واحدة هيكون فيها لمحة كده. وانت ماشي كده اكيد بتمر على كل الوحدات. فالوحدة او القاعدة اللي تلاقي فاهم مشكلة يا اكتبلي في الجروب عشان يحلها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اولاني بيقول لي الممرضة. وكده بنستخدمها برضو كفعل بمعنى يمر رد. يعني يا زبت. بنت عارف انت اكيد بالمناسبة ان في جملة اسمها دي بتكون في الانترودكشن. حل? يعني دراع اختي. والابوستروف دي ملكية. عايزك تفتكر كده. لو انت قلتلي يعني ده معناها ان دراع دي اختي. طب لو نقول يعني دراع اختي. عايزك بتعرف ان الابوستروف اس دي بتضاف لصاحب الشيء. او على تلخبط. ويقول لك ماي سستر ارم وابوستروف اس وتقول له دي صح. لا اي حالي والغلط. المالك مين? الاختي. بقى نعمل في اسم المالك. حلو الكلام? ده اول ملحوظة عايزين ننتبه بها كده. ملحوظة التانية في موضوع الملكية دي. لما نقول مسلا الاولاد. ده اسم الجمع. فاحنا نما نحب نعمل ملكية اسم الجمع فاحنا بنضيف ايه? ابوستروف فقط. فلو انت قلت لي دي معناها مدرسة الاولاد. ده جمع. طب لو انت قلت لي مسلا ده معناها ابو الولد. الولد ده كده اسم ايه? مفرد. فعشان كده ضفنا الابوستروف اس. بوي مفرد وضفنا لها ابوستروف اس. لكن جمع. طيب عايزين نعرف ان ما يصفر كلمة زي كلمة انس. انس ده اصلا كده كده اخرها اس. الاس اللي في اخر انس دي اس اصليا. يعني هي من اصل الكلمة. فانت قدامك اختيار من اتنين. ام انك تقول انس كده وتضيف ابوستروف اس. ونقول مسلا ده كتب انس. او انك تقول انس وابوستروف بس. وبعدين تكتب بوك. هما الاتنين صح وزي الفل. بس انت تعمل كده ايه? مع الاسماء اللي اخيرها اصلا اس. انا همشي بسرعة شوية عشان ما تزهقش لاني كل ما نحوزه هقف عليها. تمام كده? فما تفتكرش ان انا يعني كده يعني. دايب حتة كمان. لو انت قلت لي مسلا علي عمر. علي وعمر دول. هما الاتنين عندهم عربية واحدة. فهتروح انت عامل في الاسم التاني. فتقول علي دي معناها ان هي سيارة علي وعمر. ده معناها ان هي سيارة واحدة. فانت هنا هتقول لي لانها واحدة. طب لو انت عايز تقول بقى ان علي ليه عربية بيضة وعمر ليه عربية سودة يعني هما عربيتين. فتروح انت اقيل عالز عمرز. دي معناها ان في عربية العمر وعربية العالي وبناء على ذلك هنقول لانهم اتنين وبعدين هنقول ار. طيب احنا كانت اتفقنا انك انت بتضيف لاسم المالك مش لاسم المملوك. طيب. ادخل بها كده الحتة اللي بعد كده. فانت قلت لي اللي هو يعني يعني الممرضة جذبت زراع اختي اللي هي الابرة. يعني يحفز زي ها بالزبط كلمة يعني يحفز يعني يقنع وبينها كلمة يعني يقنع برضو. عندك الكلمة التالتة كلمة دي معناها يدمج. اه وكلمة معناها يغلص. فانت بقول الممرضة جذبت زراع اختي وغرست الابرة فيها. وادخلت الابرة فيها يعني. طيب الجملة التالية بقى بقول لك يا مستر دي ماضي. حلو فانت من اولها كده قلت سلام عليكم جملة ماضي. شعرت بالتعب لانها ايه طوال اليوم. عايزين بستبعد يا مستر اللي مش نافع الاول. انت قلت لي يبقى الجملة ماضي. فهاز دي برة. وهاز دي كمان برة. انا هفكر في الماضي بس. ودي كمان برضو برة. ازا ان الاجابة باش انا بقاش قدامك غير واحدة بس. اجابة اللي تنفع اللي هي والجملة على بعضها. هي شعرت بالتعب لانها كانت تعمل طوال اليوم. طيب الموقف يبدو ان هو معقد. كلمة دي معناها معقد. بتسوي كلمة ايه? بتسوي كلمة بتسوي دي. طيب كمان بتسوي كلمة يعني معقد. بس ثانين. الاول معناها معقد. الحلم التانية معناها يوضح او يشرح. عشان كده ممكن اقول لك. اه مسلا ممكن اقول لك. كان. يو. الابورت. ايه? لا. بو. ريت. زيس. سم. ممكن توضحني المشكلة دي. كلمة الابورت هنا. بتسوي كلمة ايكسي كلين. اللي معناها يشرح. طيب لكن لما اقول لك مسلا. ات. از. ان. اي. لا. بو. ريت. برابلم. انها مشكلة. الابورت كده. معناها معقد. بتسوي كلمة اللي معناها معقد. وبتسوي كمان كلمة اللي برضو معناها معقد. طيب الجملة الرابع مش عايز كده خالص. ريت بقول لك ان كلمة اللي معناها معقد ديت. عكسها سهل وبسيط. اللي هو عايز ان تتعرف ان دي معناها سهل ومعناها بسيط ومعناها ممهد وبردو معناها بس سادة. فلما تقول ل يعني بس كوت سادة. يعني مبدع. زيها كلمة يا ريت تقول معي على طول ملحوظ. زي وزي وزي الناس دي كلها كده بنفس المعنى. بص يا برينس. بما ان احنا بنراجع بقى فانا عايز ارتركز معايا في الكلام ده انا مش هعدي ملحوظة غير لما اقولها. كلمة دكتور دي اللي هو حلو. لما تقول مسلا دكتور عمر. انا قبلت الدكتور عمر. دي واحدة. رقم اتنين اي مت ا دكتور. والتالتة اللي عايز اقول هالك اي مت ذا دكتور. حلو? ايه الفرق بين التلاتة دول يا عامل حاج? الاورانية هنا دكتور عمر دي ده اسمه مضاف. فانا عايزك تعرف انك لما تقول اي مت دكتور فلان فانت كده يبقى انت كده صح تقول دكتور عمر. طب لو انت قلت لي بقى انك تقول لي اي مت زا دكتور عمر الجملة دي كده غلط. ليه عامل حاج عايزك تعرف انه لما يكون عندك لقب زائد اسم ما تستخدمش زا بدون زا الصح كده. فلو انت قلت لي اي مت زا دكتور فلان كده غلط. المفروض الصح فين طيب? انك تقول اي مت دكتور علي دكتور عمر انج حسام وهكذا. حاجة التانية لو انت قلت لي اي مت ادكتور يعني قابلته طبيبا في الشارع مش عارفين هو مين. طب لو قلت لي اي مت زا دكتور يبقى انا قابلت الطبيب اللي انت عارفه وده اسم معرف. طيب الجملة بتاعتنا بقى الراجل بحكي لك فيها بقول لك زا ميكانيكس. اللي عايزة تتعلمه هنا بقى في الحتة دي انك لو انت قلت لي زا لو انت قلت لي زا دكتورز زا دكتورز يبقى دي مقصود بها العيادة. طيب هو يعني ايه عن ميكانيك يعني ميكانيكي. طب لو انت قلت لي ميكانيكس يبقى دي مقصود بها الورشة. يعني بتصوكلمة جاراج. طيب. ارجع لها لجميلتك الجامدة كده وشوف الراجل عايز منك ايه مطلوب منك. بقول لك احنا في الورشة هنصلح سيارتنا دي كده معناها يعني بقى نفسنا. يعني مش في الورشة. انت بتعملها بنفسك يعني انت كده الميكانيكي. طب دي معناها هنكون قد اصلحنا سيارتنا في الورشة. برضو غلط. الراجل عايز اقول لك احنا عربيتنا هتصلح في الورشة يعني حد هيعملها لنا. يعني معنى كده انك انت عايز اما او وبعدين الحاجة اللي هيتتعمل وبعدين يعني انت هتقول لرقم دي وكان ينفع ليه? لان حد هيعمل كده مش انت لها تعمل. طب نفس القصة برضو برا اللعبة. كنا نقول لان دي سببية. اللي بعد كده ده اللي هو اللي بتصنع مطين لا اسمه ايه? الفخار. بقولك احنا هتعلمنا ايه عديدة متعلقة بتلميع الفخار. يعني فرص اللي هي المفعالات. يعني تقنيات واسليب اللي هو الروتين. انت فاكر اكيد انك بتقول كلمتين عايزة بتعرفهم كده. ممكن تقول اوي اوي تو. ممكن تقول اوي اوف. بس اوي اوف بعدها الفعل مضاف له لكن اوي تو بعدها الفعل في المصدر. اكد على دي بقى انك بتقول اه او او اي او اي او ما يعني ونجيب بعدها الفعل مضاف له ممكن نقول بقى ونجيب بعدها الفعل في المصدر. حلو كده تركز في الكلام ده كويس. تلك بقى الاهم اللي هي كلمة ايضا بتعرف انك مع بنستخدم تو والفعل في المضاف له مسلا اي حاجة. يبقى المهم دل اجابة اللي في السؤال. هذه الدومة المحطمة. مصد ايه يا ترى? مصد بي تيكن يعني يجب ان تأخذ الى المحل. مصد هاف تيكن دي معناها اكيد اخذها. ده معلوم. مصد تيك يجب ان يأخذ ده معلوم. مصد بي تيكن ده برضو معلوم. وانت بتقول الدومة المحطمة يجب ان تأخذ ده مبهول. فتاخذ مصد دي والباستور تسول. التأثيرات اللي في الفيلم او نوعات. التأثيرات اللي في الفيلم دي بتكون ايه يا ترى? ده معناه يؤثر او يبهر. طب معناها متأثر او منبهر. دي معناها مبهر. لكن ده الانبهار نفسه او الانطباع. فانت بتقول بقى التأثيرات اللي في الفيلم دي كانت مبهرة تونيو. احنا لما شفناها كنا يعني منبهرين. السؤال الرقام تمانية. عند دي هنوع في شوية. عايزك تركز كده انك انت بتقول consider consider وبعدها الفعل مضاف له ing لكن think about او of think about او of وبعدها برضو الفعل مضاف له ing لاتنين معناهم يفكر في. عايزك تركز في الحتة دي كده انك انت مع consider بنستخدم ing مباشرة. لكن مع think لازم بناخد بعدها ابوت له حرف الجر. فانا في الجملة هنا بقول لك have you considered عايزين بعدها ايني جيا مستري على الطول. traveling to foreign country. السفر الى دولة اجنبية. خب بالك foreign يعني اجنبي. صفة. اسم. ولما يكون عندك صفة واسم بناخد ا. مدام الاسم ده معدود. المهم السفر الى دولة اجنبية هو خبرة ايه ترى. معنها معرفة علمي معرفة عملية يعني نمط حياة صعب انت بتقول الصفر لدولة اجنبية هو خبرة او تجربة مغيرة لحياتك بتغير حياتك. عند دي عايز اشرح حالة الاول سريعا. عشان عايزك كده تفهم معي وتفتكر اول باول ما عديش حاجة غير لما ناخدها. عايزك تعرف انك بتقول او او اي حد من دول. وبعدين بنقول ايا كان بقى الفاعل ايا كان هو من الفاعل. وبعدين هاف تو او والفعل في المصدر مباشرة انت كده صح. طب لو بدأنا الجملة بمصد هنجيب بعدها الفاعل وبعدين الفعل في المصدر وده برضو سؤال وده سؤال. الاتنين دول معناهم هل ينبغي عليه كأن? هل يجبوا عليه كأن? في فرق بينهم في المعنى يا باشا? او يا باشا في فرق في المعنى. دي بستخدمها في حالة التزمر. يعني التزمر. لما قلت مسلا احمد كان زعلان خالص وقال لي مست يو يوز ماي كاميرا. هو انت يعني لازم تستخدم الكاميرا بتاعتي هو كده متزمر. طيب انت في المعنى حضرتك بقول لك دو يو فانا عايز اما هاف تو او ان استخدم بس هقول نيد تو. ما فيش حالة يجد عاني اسمها دو يو مست ولا دو يو او او تستخدمها انت كده بتهبد. زي هاسبتل ريسيفد فايف مليون آآ دولارز يعني يعني غير معروف اسمه. يعني وصي او متبرع. فكلمة في الجملة دي بتسوي كلمة المتبرع. طيب اللي هو اخذ الذي ياخذ يعني. وهو القاتل اللي هو آآ من المتآمر. طيب. عوالة في ملحوظة اول عايز اقولها لك. اللي هي ايه الملحوظة? الطبيعي في اي جملة من دول انك انت بتقول اه مسلا وبعدين يير وبعدين اولد وبعدين جيرل. دي كده صح. انا هكلف نفسي واكتبها بالشكل الغلط. اتوينتي ييرز غلط. طيب اه توينتي ييرز وابسترف برضو غلط. طيب اه توينتي ييرز. اولد جيرل. برضو كده غلط. طب يا مستر معلش وايه الفارق بينه وبين بعضهم. بصو اللي كده عمل حاجة. اول واحدة دي انت عندك او اين. وبعدين صفة مركبة. اهي. وبعدين الاسم اهو. فعشان كده انت عملت بين اجزاء الصفة. ما هو دي كده الصفة مركبة. فنعمل هنا وهنا والكلام ده مصبوط. طيب لو عملنا بين بس لو انت قلتلي كده وعملتها كده. عملتها هنا. وهايفن هنا دي غلط يا فندم. ليه غلط يا باشا? عشان المفروض انك تستخدم اه لان دي صفة مركبة بعدها اسم. طيب نفترض ان احنا شلنا هايفن دي مسلا اللي انا بعمل عليها علامة اللي خلستها خلتها بارزة لو شلناها برضو غلط. انت بتعمل هايفن بين اجزاء صفة مركبة سواء هي من كلمتين او تلاتة. طيب فدي كده صح زي ما اتفقنا. نقوم لدي صح. نقوم التانية دي كده غلط زي ما قلنا. طب التالتة دي بقى التالتة اللي هي اه دي كده غلط. ليه? ما دام الا موجودة ممنوع ناخد الاس. وممنوع ناخد الابستروف كمان معاها. ومنوع ناخد الابستروف اس وممنوع تاخد اي حاجة من دول ما دام عندك اه. طب الاخيرة دي غلط ليه يا باشا? لانك انت استخدمت هايفن هنا. وانا قلت لك قاعدة كده خلصانة ممنوع نلزأ الاسم في الصفة المركبة. ممنوع نلزأهم في بعض. اذا الاجابة الصحة هنا يا فندم هي رقم بي. اللي هي اة توينتي هايفن يير وبعدين هايفن تانية اولدوين كامل. طيب. اما لقيمة نعمل ابستروف اس واس ابستروف لما يكون بعدهم لافظة من الفال الزمانية ازا يكون متايم. يعني اختي كفقت على الاي لما هي انهت او حطمت الرقم القياسي دي لها معناية. معناها الاولاني جمارك قسم الجمارك في اي مكان يعني ومعناها اا عادات. سواء عادات فردية او جامعية. طيب دي معناها التقاليد. طيب ده اللي هو زي كلمة اللي هي الارادة وزي كلمة اسمها ايه دي تر مينيشن. الكلمة دي معناها كده. طيب اللي هو الاهمل والتجاهل. يبقى انت بتقول اختي كوفي اتعالى مثابرتها عندما اا حصلت او حطمت الرقم القياسي. تناول الطعام في هذا المطعم نقط يعني يكلف ده فعل في المصدر. فانا افكر في لاني بيجي بعدها مصدر لازم بعدها وبطبعا ده مصدر او ان احنا ممكن نجيب بعدها صفة. وطه كده كده بره لان يكلف تفعيله في المصدر. اصلا ما بيجيش بعدها اطلاقا. اصلا اصلا انت عارف ان ودي وعايز بتاخذ بالك من الحصوص ده عشان احنا فينا ناس كتير فهمها غلط. احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة ان اللي معناها اللي معناها بالعربي كان معتادا ان يفعل. احنا قلنا لها كزا ملحوظة. رقم واحد لا يأتي بعدها فعل مين يا مستر? اللي هما كلمة وكلمة لايك. الافعال السهواكة زي ما قلت لك على ما قبل كده. وممكن كلمة وكلمة الناس دي لك ما تجيش بعد ابدا بس اللي معناها كان معتادا. حلو? طب رقم اتنين. وقول لك ان ديك لا تأتي في النفي الا لو بعدها ظرف. يعني ايه? لو معها ظرف يعني ازاي مسلا? اقول لك اي جملة كده وقول لك مسلا اي ايه? انا ما كنتش دايما بصحة بدري ايام ما كنت اه طفل طبعا هشيل الكامة دي لان احنا متفقين ان لو لو الرابط في نص الجملة ما نعملش كامة. طيب الملحوظة التالتة اللي على الحتة دي نجيب الاحمر برضو نتبه بيها. بحوة التالتة. ان دي لا تأتي في السؤال. بس عايزك تركز الله يبارك لك في اللي انا بقولك ده عشان ده كلام مهم. ايه هو اللي بتقوله ده يا مستر تاني كده الله يبارك لك. قل لي تاني. هقول لك تاني يا باشا. ركز معي. احنا قلنا ايه احنا قلنا لو معناها كان معتادا تحديدا دي لو معناها كان معتادا. فدي ما ما يجيش بعدها الافعال وما تجيش في النفي ابدا الا لو بعدها اللي لو معناها ظرف لاحتماد التالت او الفكرة التالتة لا تأتي ابدا في السؤال. يعني ايه? لما قولك مسلا. الجملة كده بقت غلط. ليه? عشان معناها هل كنت معتادا ان تساعد الجملة كده غلط. طب مستر ما انا شفتها مرة مكتوبة كده. ركزني في الكلمة تنجل كده. انا ممكن الاقي وقابلني في الانجليزي. الاقي مسلا would you like to have some tea. الاقي مكتوبة كده. او ممكن الاقي مكتوب I would like to have اي حاجة. ممكن الاقي I would be happy if you did اي الكلام من ده. دي صح وده صح وده صح. وما لا مستر انت من مبارع عمال تقول لي ما ينفعش نستخدم ود في السؤال. ودي سؤال وانت قلت ليه صح. ما ينفعش نستخدم بعد ود. ودي صح. وما ينفعش نستخدم بي ودي صح. لبقى انا قلت لك يا حبيبي الشرط ان كلمة يكون معناها كان معتادا. دي معناها هل تريد هل ترغب انا احبه قصة من دي. انتبه للقصة دي كده الله يبارك لك. طيب الجملة بعد كده رقم. احنا لسه محلناش البملة لحد دلوقتي. لحد دلوقتي بنطلع في الاجابات الغلط. فانا قلت يوز تو بي. طبعا كان ممكن نقوله يوز تو بي كوستلي. اللي هي معناها مكلف. مسلا يعني. المهم يبقى الاجابة اصبحت كده يوز تو. طيب. اللي هو الجيش الفرنسي. معناها يخلي. الاطفال والنساء بتوع العائلات اللي هما مين بقى? اللي هما المغتربين. المغتربين يعني اللي هما اصلا مش سكان البلد. مغترب. طيب كلمة يعني سكان اصليين. او مدحدسين اصليين. كلمة معناها مستقصل. عندك كلمة يعني اصلي. طيب. احنا كده خدنا اكس باتريد. في هنا ملحوظة عايز اقول لها قبل ما انسى. اللي هي عندك كلمة وعندك وعندك الناس دي لو جبنا بعدهم صفة مقارنة او صفة تفضيل يبقى الكلام ده كده حضرتك غلط وهب مهبود. ايه? منفعش دول ما ينفعوش. طيب. فانا في الجملة دي عندك مسلا ما ينفعش نقول بعدها ولا فري هاردست فانا كده رياحة نفس من الاختيارين. انت عارف يعمل بجد اسمها يبقى انت كده عايز هارد. او ما الامتل استخدم هاردلي هاردلي دي في الانجليزي هتلاقيها مسلا يقول لك مسلا كلمة هاردلي هنا بتدي معنى النط بمعنى انا مش شايف الظلام. طيب بعد كده عندك رقم اتنين. اختار الاجابة الصح من اي بي سي ولا دي ده كده في الرايتنج. ايه من دول معموله ترقيم سليم? اول واحدة. المفعود دي مش ما تكونش كما تكون ابوستروفي. فكده بوزت تستطيل عن النبي. رقم بي. المفعود لأي طب بكابتل. ما انت عارف سواء الجنسية سواء البلد زي ايجبت مسلا. او الجنسية اللي هي ايجبشن اي حاجة لايه علاقة بايجبت نعملها كابتل. اي حاجة لايه علاقة بالدولة سواء البلد اسم البلد الجنسية وهكده نعملها كابتل. واخد بالك وانتابه لحلتة دي كده انك لما تقول ايجبشن او مصري. طب ايجبشن يعني ايجب مصر. طب ايجبشن مصري. طب اللغة الانجليزية. اللغة الانجليزية. هنقول از. طب لو قلنا ازاي برضو كابتل ازاي? زي هنقول ار. ليه? لان دي معاناها الانجليزيون. الناس الانجليزي يعني. طيب فالمهم دي كده بغزت. رقم دي مزبوطة رقم سي. كلها زي الفل. لكن دي جملة خبرية عامل يبقى دي كده بغزت. كل جملة كده اصبحت غلط. طيب ده بالنسبة لسبعتاشر. تمنتاشر بقى. يقول لك اه شي هاتو. هنيجا عند هاتو ونقف شويتين كده عند الصبورة. ركز في كلمتين دول. عاية بتيعرف لما تقول رقم واحد كده. لما تقول اي. هاد تو اتنين. لما نقول هاف تو تلاتة. لما نقول اه مست مسلا رقم رقم اربعة. لما نقول مصنت طيب خمسة. لما نقول هاف تو او دونت نيد تو او نيد انت. ركز كده. نقول لها واحدة من دول لها مسمى. الاورانية هات تو ده اسمها هات تو يعني يعني كان يجب ان اسمها يعني ضرورة بس ايه في في الماضي. فعشان كان نسميها يعني ضرورة. بس فين في المضارع. طيب نسميها يعني الزام. طب معناها 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 تحريم او منع. بنسميها كده برو هي بيشن. في الوقت تحريم والمنع. طب دونت هاف تو بنسميها طيب ارجع كده لجملكك. الرجل بقول لك هات تو. احنا كنا بنحكي عن هات تو دلوقتي قلنا ايه? قلنا ان هات تو اهي هات تو دي بنستخدمها باست نيسيسيتي. فده اختار له باست نيسيتي يا بلينس وانت مغمج عينك. عمال ايه الباست هابت? الباست هابت يعني المصدر او مسلا وماضي بسيط. دي اللي هي الالزام في المضارع اللي هو مصد. يعني قاعدة عاما. لو لك بس حالصوح الساعة تمانية دي طيب رقم تسعتاشر. بقول لك سيك بيقول الناس المرضى بيعيشوا حياة باقسها مليانة بالقلم والمضاعف والمعاناة وكده. بقول لك واحدة من دول ما ينفعش تكون يعني ما ينفعش نكتبها بعد دي. انت بتقول الناس دول عايشين حياة صعبة. طب المريض دايما اه المريض بيكون مهمل وغير نشيط او ما ينكمل بها السياق عادي ما عشان تبتحكين عن المعاناة. الناس المرضى بيفقدوا طعم الحياة. او فعلا ما هو دي نكمل بها الكلام. الناس المرضى بتكون معروفة ان هي اقل انتاجية. تمام زي الفل. تسمع بها الاخيرة كده. بقول لك زي. ينفع تقول للناس المرضى دول بيعيشوا حياة صعبة وبائسة وبمارسوا تمارين وهوايات ازاي يعني هما عايشين حياة صعوة يعني مفيش تمارين. بعد كده هندخل عالقطعة. بقول لك ايه في القطعة بها. بقول لك الرياضة دي جزء مهم في الحياة في المجتمع اليوم. وبتلعب دورها في حياة البشر. اقول لك الرياضة تلعب دور مهم في توحيد الناس من الخلفيات الاجتماعية المختلفة الناس دي بتيجي من خلفيات الاجتماعية المختلفة عشان تؤيد فريقهم بالرغم من كده بقولك زي ما الرياضة بتوحد الناس فهي بالضبط ممكن تقسمهم بتفرقهم عن بعض لأنها أحياناً بيكون فهي عنف آت فوتبول معتش في مباراة كرة القدم ولكن الرياضة دي هي جزء أساسي من تعليم الأطفال دايماً لأن الرياضة تلعب دورهام في التطور أو النمو الزهني والجسماني للطفل بتعلم الأطفال إزاي إن هم يشتغلوا كجزء من الفريق ويتعاونوا مع الآخرين بينما في نفس الوقت بتحسن من إمكانياتهم الجسدية العيب الوحيد هنا وحنا لما قلنا نسئلة طبعاً دي لها علاقة بسؤال من الأسئلة ولكن العيب الوحيد إن الأطفال اللي بيكونوا نهندهم القدرة إن هم يقدوا بشكل أقل يعني فاعلية في الرياضة ولكن الأطفال دول بيكونوا غير كف إن هم يمارسوا أو ينقارنهم بالأطفال الثانيين يعني الطفل اللي بيمارس تمرين أقل بيكون أقل من الطفل الثاني في التحصيل والإنجازه كده وده بيقلل من ثقتهم بأنفسهم الرياضة دي من كلمة ثرابي كده علاجي يعني كده المهمة نعتبر إن هم مش عارفين لحد ما نكمل بقول لك الرياضة تلعب دور إيه في أو بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض أو اضطرابات نفسية أتيب دور علاجي كده وهكذا موارسة الرياضة لها تأثير إيجابي على الاقتئاب وبناء التصور الزاتي السليم عن الشخص يعني فيما يتعلق بحتى صورتك أو رضعك عن صورتك الجسمية أن أنت شاف نفسك نحيف أو كده ده كله علاقة بتقدير الزات أو الثقة في الزات ولكن النشاط البدني ده بيكون لجوانب نفسية ووجدانية وله فوائد على أفراد المجتمعات من ويلة نظر الاقتصادية الرياضة ممكن تكون مربحة جدا لأنها تجذب الكثير من الإعلانات على صعيد الآخر ده بيعمل أرباح لتجارة الرياضة أو يعني صناعة الرياضة نفسها ده بيساعد إنها تتطور وتتحسن وتمتد بقول لك كميات كبيرة من المال بتنفق على أو تعطى ليه منظم الأحداث عشان يعلنوا عن منتجات مثل السجائر اللي بتكون ضرع على صحة الفرد ادخل بقى على أول سؤال كده معاك واحدة من العيوب واحدة من العيوب اللي في المتشاط الرياضية إنها بتعمل أرباح لا طبعا ما بتعمل أرباح دي حاجة حلوة بيكون فيها أحداث عنيفة آه هنفكر في دي بتحسن الأداء أو الحالة البدنية ما هي دي ميزة مش عيب تطور تطور الحالة المنتل الزهنية ما هو دي برضو ميزة مش عيب لكن العيوب الوحيد إن هي بتعمل هو قلبي فوق في القطعة وأنا عايز أوريها لك في القطعة كده قال لك هنا يعني فيها عنف مباراة القدم طيب الجملة التانية بيقول لك مين مفروض ما نعلنش عنها في الأحداث الرياضية المنتيات الصناعية لأ يا باشا نعلن عنها عادي طيب المنتيات الرياضية برضو نعلن المنتيات الصحية نعلن يا باشا خير ما فيش مشكلة لكن المنتيات الغير صحية زي ما الراجل قال لك كده ما نفعش نعلن عنها يبقى رقم سي الأطفال اللي هما أكثر عارضة إن هما يشعروا أكثر احتمالية إن هما يشعروا إن هما غير آآ يعني كف أو كده بيكونوا إيه بقى شو الطرف الرياضة لأ خبراء برضو لأ برضو لأ تبويق آآ صح فين دي عام في القطعة أهي أرغل لك هنا إيه بقى أقول لك الأقل لقدرة على ممارسة الرياضة يعني غير أكفاء يبقى انت كده عندك رقم دي من وجهة النفسية الرياضة بتكون مفيدة لمن في وجهة نظر النفسية واحدة بوحدة كده الفرق واللاعبين ما هنتكلم عن وجهة نظر سايكولوجيكال هنجيبهم القطعة أحسن هادي كده انا عايز سايكولوجيكال احي الرياضة بقول لكيبقى ما عرفش ايه كده يبقى الافراد والمجتمعات اللي هي رقم كم بقى فيهم اللي هي رقم سي اللي هي دي يبقى اند كميونتز طيب احنا قولي تيرابيوتك دي معناها علاجي يعني بتصوى كلمة كيوراتف من كلمة كيور يعني يعني يعالج طبعا دستوركتف يعني مدمر انتليجنت يعني ذكي اجريسي يعني عدواني تأثير من دول تأثير او واحد من المؤثرات يعني ممارسة الرياضة على الجانب السايكولوجيكال النفسي بتخلى الناس متحدين طيب التانية بتحسن الحالة الفيزيكال البدنية وتمنع الاعلانات عن السجائر طبعا لأ انت بتكلم على الجانب النفسي يعني ملايش علاقة بالربح وكده انا شاك في رقم ايو بيها مستر تعال نروح القطع ونجيبهم ونرجع راجل هنا في حتة دي قال لك ايه بها ايه اا امبروفنج زير فيزيكال يبقى انت كده دي الاجابة الصح ننزل نختارها انت بتحل القطعة زي ما هي وردت بالنص ما تضيبش من دماغك طيب اا طب ليه منخدش الاولانية الاولانية دي متخلى الناس متحدين ده مش جانب نفسي دي لها علاقة بالجانب الاجتماعي ايه من دول مش صح تعال نشوف واحدة بواحدة كده ونطلعهم صح ولا غلط وكل العلاقات ديت على الافراد الاطفال اللي مش بيمرسوا رياضة بيشعروا بالكفاء بالكفاءة او الكفاءة طبعا دي غلط يبقى دي الاجابة الصحة اللي احنا محتاجينه هو قال لك مين من دول مش صح طب اللي بعدها الرياضة بتوحد الناس الرياضة تلعب دور هام في حياة الناس برضو صح الرياضة بتعلم الاطفال زي ما هو قالها فوق يبقى احنا قلنا ودي قالها في اول سطر من السطور هنا كانت في اول سطر هنا في الحتة دي اهي تكووبرات تكووبرات قطعة التانية بقى بقول لك مع ظهور الانترنت بحياتنا اليومية بحياتنا اليومية بقول لك احنا تحولنا من المجتمع من المجتمع من المجتمع اللي بشتغل لحد الساعة تمانية لحد المجتمع اللي بشتغل الساعة تنين لحد المجتمع اللي بشتغل 24 ساعة في اليوم كل حاجة بيتمفتوحها طوال اليوم 24 ساعة في اليوم سبعة يام في الأسبوع ممكن تعمل حاجة شغل الساعة ثلاثة وممكن تطلب اشتغل شغل الفجر الوقت بقى مفتوح في بعضه والأماكن بقت متصلة ببعضها العالم تحول إلى قرية صغيرة عالمية أجزاؤها متصلة ببعضها الحدود والقيود أصبحت ملغية تماماً أصبح العالم واحدة واحدة كل الحاجات كل العناصر المجتمع يمكن الوصول إليها بسهولة قبل ما تدخل حضرتك وتلبس معهم في ثورة 24 ساعة اللي هو الشغل 24 ساعة يعني خذ لك دقيقة واستمع لما يحتاجه جسدك بقول لك ان الستايل لا ينهمط الحياة اللي هو على مدار الساعة ده مش ده المطلوب اللي ربنا سبحاله خلقنا لأكله في منطقة من المناطق في دماغنا يعني عندنا بودي كلوك اللي هو الساعة اللي بنسمها الساعة البيولوجية دي بتنحكم في الريتم اللي جسمنا ماشي به الساعة دي بتقول لك انت امتى الوقت يكون مناسب للأكل أو للنوم أو للعمل أو للعب وده بلعب دور مهم جدا للساعة البيولوجية بتلعب دور مهم جدا في بناءنا النفسي والبدني إنها حقيقة الساعة البيولوجية دي بتخدمها تحكم في أشياء كثيرة منها الهرمونات ودهة الحرارة ونظام المناعي ونشاط ذات نفسه إت اللي هي معصوب بها مين؟ الساعة البيولوجية يعني بتنظم بقول لك إنها بتنظم التمبو اللي إحنا مش عارفين لحد دلوقتي وهنتعامل عن إحنا مش عارفين لما نشوف الاختيارات ونحطهم هنا كده نعلم على دي هي بتنظم التمبو وبترتب الألوات المختلفة اللي بتخلي الموسيقى دي بتخلي الضوضاء اللي ممكن تكون حياتك تبدو كأنها موسيقى إحنا مش بس بنحرم نفسنا من راحة نحن كمان بنواجه احتمالية تدمير أجسامنا بشكل كامل بلالعى ذلك لازم يكون عندنا روتين يومي من الواضح أو من الصحيح عن من الواضح إن التكنولوجيا سهلت الكثير من الأنشطة في حياتنا والأمور مازالت تسير للأمان الأمر لا نتوقف على ذلك بالرغم من ذلك لابد أن نضع في أزهاننا لازم نخط بالنا إن إحنا ما نخليش التكنولوجيا تحولنا الآلات في نفس الوقت المفهول ما تحرم ناش أو تنتزع المشاعر مننا وتقضي على الاسترخاء وإن إحنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي وعادي كما قصد ذلك بذلك الخالق سبحانه وتعالى طبعا نجيب سؤال بسؤال كده ونشوف أول سؤال بقول لك المجتمع اللي بشتغل 24 ساعة المجتمع اللي بشتغل يعني ليلة النهار لكن بالنهار بس بالليل بس من الساعة 8 إلى الساعة 2 دا المجتمع العادي الطبيعي اللي هو بتاع البناء رقم 29 قولت يعني إيه سويتش أوف؟ يعني أنت فصلت لو أنت فصلت ساعة الساعة البيولوجية بتاعتك فأنت رقم واحد هيفوتك القطار لا والله ما فيش قطار خلاص تذكر في القطعة سوف لا تحضر المباراة ما قالش كده في القطعة ولا ذكرها هتأخر على المدرسة برضو لا ستدمر صحتك وهو قال كده في القطعة تعالى ورها لك في القطعة سريعا كده ونرجع الرجل قال لك هنا ايه اعمل لها باللون المختلف اه فأنت فأنت بتدمر صحتك بشكل خطير دي قلناها السوطة بالطايتل العنوان المناسب للقطعة دي ممكن يكون البيزنس اللي على الانترنت ما قالش ما حكلكش عنه الموسيقى في حياتنا برضو لأ بيحكى عن اللي هي الساعة البيولوجيا بتاعتنا ايه من دول يا جدعان يعني جملة صح اول واحدة ربنا خلقنا نشتغل ليم نهار لا ربنا خلقنا اه ان احنا ننام طول اليوم برضو لا احنا كنا نستهبل التكنولوجيا حوالة العالم للقرية الصغيرة ده فعلا مظبوط التكنولوجيا خلت او جعلت الانشاطة الحياتية صعبة بالعكس ده هي سهلتها يبقى كده رقمسي احنا فوق قلتلك ان دي بتشير للبادي كلوك اللي هي الساعة اليسادية او اللي احنا سميناها الساعة البيولوجية رقم تاتة تلاتين هاليجي بقى عن تيمبو دي ونشوف معناها يعني معدل الحركة والنشاط والجدول هو ما جابش سيرة خالص اللي ما لهاش علاقة بموضوع ولا القيمة بتاعة الاطعامة في المطعم دي برضو برا انت هتفكر في واحدة من اتنين دول يا ترى هي مقصود بها معدل الحركة والنشاط ولا الجدول بتاع الموعيد تعالى نشوف كده الراجل قال ايه عليها كده بقول لك ايه ان الساعة الزهنية دي او الساعة البيولوجية بتنظم اه يبقى دي مقصود بها الانشطة والحركات يعني بتنظم حركتك في الحياة بحيث ان انت متحسش بالملل وتحس ان ان الانشاطة انت بتعملها دي بمثابة بتعرفك الوقت المناسب للاكل امتى او دي فعلا صحة وقال كده طب بتحكم في الروتين او النمط بده حياتنا او فعلا بتاع بدور في سلامتنا البدنية فعلا ولا بتقول لك تموت امتى ان شاء الله يعني جاهز نفسك تموت يوم لاربع مش موجودة في القطعة وغلط ومش منطقية يبقى كده رقم بيه الكاتب بيشير الى الكاتب بتكلم عن النمط الحياقي الطبيعي اللي بيخلي الناس او يسمح للناس يناموا بالنهار ويشتغلوا بالليل طبعا ده غلط يناموا يناموا للنهار ويراياوها نفسهم برضو غلط يشتغل للنهار لأ برضو غلط لكن زي ما بقيت خلق الله ربنا خلقهم لكده يشتغل بالنهار وينام بالليل ده مظبوطة طيب بعد كده بقول لك دللي هو معناها غزو اللي هي الافاق والطموح الاجابة الصح كده تعالى نشوف لقد فتح استكشاف الفضاء ما قالكش استكشاف قالك غزو لقد فتح غزو الفضاء افاقا جليل للبشر وازاد من طموحاتهم ده مظبوطة يبقى دي الاجابة الصح لقد فتح استكشاف الفضاء ما قالكش استكشاف برضو افاقا جليل للبشر وازاد من امالهم وما قالش امال الامبشن طموحات لقد فتح غزو الفضاء طرقا جليل ما قالش طرق وقالك هنا افاقا هورايزنز وبرضو امالهم دي غلط لانه الامبشن والطموحات يبقى كده الاجابة الصح يرقم به طيب اللي بعد كده الانجليزي العربي اللي بقول لك يبقى هل ترى ان على الدول ان تتفق على الحاجات الاسية الاساسية اللي هي مين والحاجات اللي هي طيب اكثر مما تنفق لا ده تنفق دي تنفق اكثر مما تنفقه على البحث العلمي تعال نشوف معناها بشكل اساسي يبقى كده بوزط لانك انت عايز صفة اللي هي اساسي مين يجب ان تنفق ده كده مجهول ودي برضو يجب ان تنفق كده مجهول يبقى كده يتمند البازو وبناء على ذلك الاجابة الصحية رقم دي يجب ان تنفق على الحاجات الاسية اكثر مما ينفقونا على البحث العلمي طيب القصة والسؤالين للقصة اللي طفاء السؤالة ولاني ولك ليه في رأيك بيب ما كانتش فاهم مدى شعوره عن اسطلة هتروح انت هكتب له الاجابة براحة كده وبسهولة وببساطة هتقول له الاتي بيكوز بيكوز شي ووز كرول توهم كرول توهم لانها كانت دائما قاسية معه بالرغم يعني بالرغم ان هو كان لغطيف جدا معه فهو مش فاهم يعني انت تعاملين كده ليه يا جدعان مش فاهم الان ساعة تاتين لو هتعتقد او ما هتعتقد اللي كان هيحصل لو بيب اخبر اخته سلوكه مع الضحية يعني اللي هو المدان يعني لو كان قال لها ان انا سرقت الاكل وبتقوله بس هو قال لك ما دي تام ركز بالحصل كده هو قال لك يبقى دي حالة تلتة فانتك هو بحرد في حالة تلتة قول شي ود هاف بنشدهم لربما انها كانت سبعاقب بيك وانت كده خلصت الراجل بيقول لها تكتب لي كيف لانا ان نمنع البوك بيراسي انا هفتح لك الباب كده تكتب ايه في موضوع زي كده اسمع مني كده انت لما تكتب حاجة زي كده ما تبقاش عائل مش عايزة اقول غبي خلينا اقول لك بلاش تبقى مش زكي وتروح مسك الورقة والقلم ولازل رزع في معناها ان الناس تسرق كتب من انت كده مش ناصح يا برينز النصحة فين انك تبدأ كده اول موضوع خالص 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 حتقول بقى لقد تغيرت الحياة من الماضي الى الان حطوا نقطة زي الشطر كده باخر كل جملة في الماضي كان كل شيء صعبا في الحصول عليك لكن كل شيء اليوم اندول بقى سهل الحصول عليه حط نقطة التكنولوجيا غيرت حياتنا بشكل كبير حط نقطة كده لقد بات كل شيء متاحا حتى 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 الاشياء الخاطئة وبعد كده تبدأ بات تدخل بقى في موضوع البوك بيراسي طيب هتروح ايه له بقى التكنولوجيا جعلت ان القرصانت الكتب شيء متاح طوال اليوم طوال السنة من الناس عندما تحمل كتابا من الانترنت و تقرأها و تقرأها و تقرأها و تقرأها و تقرأها و تقرأها وتبدأ باكتب تكتب 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 كل اليوم بقول ده عاز بيلنا تدخل في الموضوع كده و تهههة مهد الموضوع و بعدين تبدل تزيل كتابه و ده الامتحان الاولاني الامتحان الثاني مش هيكون الامتحان number two اللي هو ده لأ الامتحان اللي هينزل بعدين ده على طول الامتحان اللي احنا عدناها الأول و بعدين نيجي هنا ان شاء الله هنزل كل يوم امتحان يوميا امتحان بحيث ان احنا كده نلتزم في الفترة دي امسك كل الامتحان انا هحاول اقول كل الملحوظات مش هعد ملحوظة بس شكرتك انك انت تسجل